بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس مائة واربعة وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار علماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا اللقاء نرحمه بشيخنا الكريم فحياكم الله الشيخ صالح حياكم الله وبركاته تقدم معنا في الحلقة السالفة نقل لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن الإمام مالك في تحريم معاونة الكفار في أعيادهم وغير ذلك ونقل بعد ما نقل عن مالك شيئا عن أحمد رحمه الله ووقفنا هنا عند قوله ونقل عنه أي عن الإمام أحمد مهنى قال سألت أحمد عن الرجل يكري المجوس داره أو دكانه وهو يعلم أنهم يزنون فقال كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلمين يقول أرعبهم في أخذ الغلة وكان يرى أن يكري غير المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذا أن مهنى الشامي صاحب الإمام أحمد سأله عن كون المسلم يكري المجوس داره ليستعملها في دينه وكفره وشركه هل يجوز هذا فالإمام أحمد نقل فتوى ابن عون أو رأي ابن عون في أنه يرى أن إكراء الكافر أولى من إكراء المسلم وجه ذلك عنده أن إكراء الكافر فيه إرعاب له من حيث إنه يأتي ويطالبه بالأجرة فيرعبه بذلك وأما المسلم فلا يكريه لهذا المعنى لألا يرعبه وقد استحسن أحمد هذا التوجيه فيما سبق نعم أو دكانه أيضا محله يعني دكان أو بيت أو نعم قال أبو بكر الخلال كل ما من حكى عن أبي عبد الله في الرجل يكري داره من ذمي فإنما أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عون ولم ينفذ لأبي عبد الله فيه قول نعم الإمام أحمد إذا لم يتبين له الحكم في المسألة فمن ورعه أنه لا يفتي فيها من رأيه وإنما ينقل فتوى غيره ممن سبقه هذه طريقته رحمه الله نعم وقد نقل في هذا فتوى بن عون أو رأي بن عون نعم وقد حكى عنه إبراهيم أنه رأاه معجبا من قول ابن عون نعم والذين رووا عن أبي عبد الله في المسلم يبي عداره من الذمي أنه كره ذلك كراهية شديدة فلو نفذ لأبي عبد الله قول في السكنة لكان السكنة والبيع عندي واحدة نعم فكما سبق أن أحمد كأنه لم يتبين له في ذلك شيء والأصل في البيع والتأجير الأصل للإباحة إلا إذا تبين ما يعارض هذا الأصل فكأنه لم يتبين لأحمد ما يعارض هذا الأصل وأن الألبقى عليه هو الأصل وهو جواز التأجير لهم والبيع عليهم وذكر فتوى بن عون في أنه يرى أن تأجيرهم وبيعهم فيه سر وهو إرعابهم عند الطلب فالمسلم لا يتجاسر على إرعاب أخيه المسلم عند المطالبة بالثمن أو بالأجرة بينما يتشجع على إرعاب الكافر فهذا الوجه هو الذي سوّغ لابن عون أن يفرق بين تأجير المسلم وتأجير الكافر هنا في أنه أجازه للكافر ولا يراه للمسلم هنا لكن لا يزال الإجار والإكرار قائم بين المسلمين يعني ما ذهب رأها بن عون رحمه الله أنه لم يدفع الرعب عن المسلمين مطلق على هو يحرم هذا بن عون لكن يرى الأولوية في هذا نعم قال والأمر في ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه لأنه يكفر فيها وينصب الصلبان وغير ذلك والأمر عندي أنه لا يباع منه ولا يكرى لأنه معنا واحد نعم وإن كان الأليق بمذهب أحمد وما عرف عنه من الورع في أنه لا يجيز البيع على من يكفر في المحل والمكان أو يظهر فيه شعائر الكفر هذا يؤخذ من قواعد الإمام أحمد وإن كان لم يصرح لكن يؤخذ من قواعده العامة قواعد مذهبه نعم قال وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال سئل أبو عبد الله عن حسين بن عبد الرحمن فقال روى عنه حفص لا أعرفه قال أبو بكر هذا من النساك من النساك حدثني أبو سعيد الأشج سمعت أبا خالد الأحمر يقول حفص هذا العدوي نفسه بعدار حسين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري فقال له أحمد حفص قال نعم فعجب أحمد يعني من حفص بن غياث قال الخلال وهذا أيضا تقوية لمذهب أبي عبد الله نعم هو في مسألة ابن عون هي من رواية حفص بن غياث وحفص بن غياث غير مرغوب فيه عند الإمام أحمد فهذا مما يقوي تضعيف ما نسب إلى ابن عون من أنه باع داره من دمي قلت عون هذا كأنه من أهل البدع أو من الفساق بالعمل وقد أنكر أبو خالد الأحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة أنه باع دار الرجل الصالح من مبتدع وعجب أحمد أيضا من فعل القاضي كأن الإمام أحمد رحمه الله يميل إلى المنع يميل إلى المنع فعجب من منع بيع دار المسلم إلى المبتدع للكافر أو إلى المبتدع وهذا يمشي على قواعده رحمه الله في قضية هجر الكفار والبعد عنهم وعدم التشبه بهم وعدم يعانتهم على أطلهم نعم قال الخلال فإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر يكره الإمام أحمد يكره بيعها من مسلم فاسق ليشربوا فيها الخامر أو قد يزني فيها لأن في هذا إقرارا له أو إعانة له على الفسق فإذا كان هذا في حق المسلم الفاسق فالكافر من بابه أولى هذا تخريج تخريج على هذه المسألة وإن كان الذمي يقر والفاسق لا يقر لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم قد يقال إن هناك فرقا بين الكافر فالكافر يقر على كفره بالذمة وأما المسلم الفاسق فلا يقر على فسقه يكون بينهما فرق فلا يتنافى هذا مع قضية ابن عون نعم وهكذا ذكر القاضي عن أبي بكر عبد العزيز أنه ذكر قوله في رواية أبي الحارث لا أرأي بأداره من كافر نكفر بالله فيها يبيعها من مسلم نحب إلي فقال أبو بكر لا فرق بين الإجارة والبيع عنده فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة وإذا منع البيع منع الإجارة هذا أبو بكر غلام الخلال يروي أو ينقل ينقل عن أحمد أنه لا يجيز بيع الدار المسلم للكافر لأن الكافر يكفر فيها ويظهر فيها الشعائر الكفر فلا يجيز بيعه وكذلك كما سبق أن مسلما باع داره وفيها محاريبه يعني مصلياته على كافر فاستنكر ذلك استنكر الإمام أحمد ذلك إذا كان هذا في البيع فالكرا أيضا يقاس عليه نعم ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك وافق أبو بكر الخلال فيما نقل عن الإمام أحمد نعم وعن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله سئل يعني الأوزاعية عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني فكره ذلك قال أحمد ما أحسن ما قال نعم وهذا الأوزاعي كره أن المسلم يؤاجر نفسه لحراسة كرم نصراني والكرم والعنب يعني فكره ذلك لما فيه من خدمة النصراني وإعانته فاستحسن فاستحسن الإمام أحمد ذلك من الأوزاعي وأعجب به فهذا يدل على أنه يرى عدم البيع والكرم من الكفار نعم قال أحمد ما أحسن ما قال لأن عصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أن يباع لغير الخمر فلا بأس به لأن العنب لأن النصارى عادتهم في العنب أنهم يتخذونه خمرا فإذا حرسه لهم حرسه المسلم لهم فإنه يكون قد أعانهم على حفظه وهو يعلم أنهم يصنعونه خمرا نعم وعن بالنظر العجلي قال قال أبو عبد الله في من يحمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني فهو يكره أكل كرائه ولكنه يقضي للحمال بالكراء وإذا كان لمسلم فهو أشد كراهة نعم يكره أن المسلم يحمل يؤجر نفسه لحمل الخمر ولحمل المحرمات للكفار وإن كانوا هم يستعملونها ويقرون عليها بموجب العهد والذمة لكن لا يجوز للمسلم أن يعينهم عليها أسيما وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشر وقال وحاملها والمحمولة إليه فهذا فيه عانة لهم على شرهم فلا يجوز للمسلم أن يكري نفسه وإن كان إذا وقع هذا العقد فإن القاضي يحكم به ويلزم بالأجرة للأجرة للحمال وإن كان عمله غير مرضي نعم وتلخيص الكلام في ذلك أما بيع داره من كافر فقد ذكرنا منع أحمد منه ثم اختلف أصحابه هل هذا تنزيه أم تحريم نعم تلخيص ما مر من كلام أحمد وكلام الناقلين عنه أنه رحمه الله يمنع من بيع المسلم داره للكافر نعم ثم اختلف أصحابه هل هذا تنزيه أم تحريم كراهية هل هو تحريم لأن عند السلف تحريم الكراهة قد يراد بها تحريم وقد يراد بها التنزيه فهل كون الإمام أحمد يكره بيع المسلم داره لكافر من كراهة التحريم وهذا هو الظاهر أو كراهة التنزيه وهذا احتمال نعم فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى كره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها بالله تعالى ويستبيح فيها المحظورات فإن فعل أساء ولم يبطل البيع نعم هذا هو ما سبق أنه أحمد يكره بيع المسلم داره للكافر لما يترتب على ذلك من جعل هذه الدار للكفر والشرك ومعصية الله لأن هذا هو الذي يزاوله النصارى واليهود والكفار في بيوتهم فتتحول دار مسلم إلى دار كافر يزاول فيها أحمال الكفر هذا أمر لا يجيزه الإمام أحمد رحمه الله وله أصل وقاعدة وهو أنه لا يجوز بيع الشيء على من يستعين به على معصية الله ويستعين به على الحرام فهذا منه فهذا يكون منه فيتجنب هذا الشيء لكن لو وقع البيع فنظرا للخلاف في المسألة ورجوعا إلى أن الأصل في البيع الحل فإنه يقضى بصحة البيع ولا ينقض نعم وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرا عليها نعم الكراهة عن الإمام أحمد مقتصرا عليها ولم يفسرها هل هي التحريم أو تنزيه نعم وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك وأما أبو بكر الخلال وغلامه أبو بكر الخلال ومن ذكر معهم فظاهر كلامهم تحريم ذلك عن الإمام أحمد نعم وقد ذكر كلام الخلال وصاحبه وقال القاضي لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر أو لم يشرط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر نعم فالبيع والتأجير سواء لأن الملحظ واحد وهو تمكين الكفار من عمل الكفر والمعاصي في هذا البيت أو هذا الدكان فكما لا يجوز بيعه لهم من أجل ذلك لا يجوز إكراؤهم إياه من أجل ذلك نعم وقد قال أحمد في رواية أبي الحالث لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم أحب إلي كما سفق كل هذه نقولات تؤيد وتثبت أن الإمام أحمد يكره بيع المسلم داره من كافر والملحظ أن الكافر يستعملها للكفر والشرك وفعل المعاصي والقبائح فكونه يبيعها من مسلم يعبد الله فيها ويذكر الله فيها استعمل فيها المباحات لا شك أنه أولى وأحسن إن لم يكن هو المتعين نعم قال أبو بكر لا فرق بين الإجارة والبيع عنده فإذا كان أحمد يكره البيع فالإجارة مثله والكراء مثله نعم فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة وإذا منع البيع منع الإجارة لأن الحكم واحد نعم والملحظ واحد نعم وقال أيضا في نصارى أوقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستأزرها الرجل المسلم ومنهم يعينهم على ما هم فيه إذا أوقف النصارى ضيعة لهم يعني مزرعها وأرضا لهم للبيعة على أن يصرف تصرف غلتها لمعبدهم هل يجوز للمسلم أن يكتريها منهم وأن يستأجرها منهم يقول لا لا يجوز هذا لأنه يعينهم على تنفيذ هذا الوقف الكافر فلا يستأجرها منهم لأنه سيدفع لهم الأجرة نعم والأجرة يستخدمونها في معصية الله عز وجل نعم وقال وبهذا قال الشافعي كما أنه رأي لأحمد فهو أيضا قال به الإمام الشافعي فهذا رأي الآيما الثلاثة مالك وأحمد والشافعي يأتي رأي أبي حنيفة وهو أوسع من هذا كله نعم فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر لمن يعلم أما إذا لم يعلم فإن الأصل إباحة لكن إذا علم أنها الكافر يجعلها حانة حانة للخمور أو للفواحش أو للمعاصي والكفر يعلم هذا فلا يجوز له لأنه يعينهم على باطلهم مستشهدا على ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافر ولا يستكري وقف الكنيسة ولا يستكري وقف الكنيسة لأنه سيدفع الأجر لهم فيستعملونها في عمارة الكنيسة وإظهار الشعائل الكفر فلا يعينهم على ذلك فلا يستأجرها منهم نعم وذلك يقتضي أن المنع في هاتين الصورتين عنده منع تحريم نعم ثم قال القاضي في أثناء المسألة فإن قيل أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة ما علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك قيل المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون وعجب منه وذكر القاضي رواية الأثرم وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي هذا عود على ما سبق أنه لما ذكر للإمام أحمد أن ابن عون يؤجر الكفار ممتلكاته أو بعض ممتلكاته ويقول من أجل أن أرعبهم وأكره أن أرعب المسلم عجب الإمام أحمد من ذلك لكن هل عجبه من ذلك من باب الاستحسان فهو يرى رأيه أو هو من باب الاستغراب والاستنكار فهو لا يرى هذا الظاهر الأخير أنه من باب الاستنكار والاستغراب لأنه ثبت عنه رحمه الله أنه يمنع من بيع دار المسلم للكافر وكذلك مثل بيع التأجير كما سبق وكذلك أبو بكر قال إذا أجاز أجاز وإذا منع منع وما لا يجوز له محرم وكلام أحمد رحمه الله محتمل للأمرين فإن قوله في رواية أبي الحارث يبيعها من مسلم أحب إلي يقتضي أنه منع تنزيه واستعظامه لذلك في رواية المروذي وقوله لا تباع من الكفار وشدد في ذلك يقتضي التحريم يعني ما روي عن أحمد من الاستنكار يحتمل معنى يحتمل أنه للتحريم وهذا هو الظاهر ويحتمل أنه للتنزيه وهذا احتمال وهذا احتمال لأنه قال أعجب إلي وهذا احتمال لكن الاحتمال الأول أو الراجح الأول أنه تحريم وأما الإجارة فقد سوى الأصحاب بينها أو بين البيع لا فرق بين لأن البيع بيع العين بمنافعها والإجارة بيع المنفعة دون العين وأن ما حكاه عن ابن عون ليس بقول له ليس بقول الله وإنما هو قول لابن عون وأن أعجابه بفعل ابن عون إنما كان لحسن مقصد ابن عون ونيته الصالحة يعني ولو لم يكن مصيبا في هذا كونه يرى إرعاب الكافر ولا يرى إرعاب المسلم هذا أصل طيب لكن عند التطبيق الأحمد لا يقر بيع أو تأجير الكافر نعم ويمكن أن يقال بل ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك فإن أعجابه بالفعل ذليل على جوازه عنده نعم هذا محتمال كما ذكرنا واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين نعم لأنه لما سئل مرة قال ابن عون يرى كذا وكذا هذا الدليل على أنه يستسيغ هذا الشيء احتمال وهو احتمال كما سبق نعم والفرق بين الإجارة والبيع أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد عرضه مصلحة أخرى وهو صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم وإنزال ذلك بالكفار نعم وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية فإنه وإن كان إقرارا لكافر لكن لم لما تضمنه من المصلحة جاز وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة الكفار لهم أحكام وهي أنهم عند عقد الذمة يقرون على شيء من دينهم أو على دينهم بشرط أن لا يظهروه وأن يكون هذا في داخل مساكنهم ويدفعون الجزية للمسلمين وهم أذلة هذا فيه فرق بين بين المعاهد وبين الذم وبين الفاسق المسلم المسلم لا يقر على هذا ويقام عليه الحد إذا كان هناك حد على الجريمة خلاف الذم فيما يستبيحه فيما يستبيحه الذم أما ما يحرمه الذم كالزناء فهو المسلم سوا يقام عليه الحد وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهودي لأن اليهودي يرون هذا وهو في التوراة رجم المحصن لكن إذا كانوا لا يستغسيغون هذا ويحرمونه مثل ما يحرمه المسلمون فإن الحكم واحد والعقوبة واحدة نعم رسال الله إليكم قال فأما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه يعني ليس فيه إرعاب البيع ليس فيه إرعاب لأن الكافر يتملك الدار ويستقر فيها بخلاف التأجير فإنه كل سنة أو كل شهر يحصل عليه إرعاب بالمطالبة فهذا وجه الفرق بين التأجير وبين البيع على رأي من يفرق بينهما نعم وهذا ظاهر على قول ابن أبي موسى وغيره أن البيع مكروه غير محرم فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه المصلحة الراجحة كما في نظائره يعني الإرهاب والإرعاب يعني نصرها راجحة نعم فيصير في المسألة أربعة أقوان الله أعلم هذه عادة الشيخ رحمه الله أنه إذا دخل في مسألة لا يغادرها حتى يجليها ويوضحها تمام التوضيح ولو طال الكلام فيها هذه عادته في في أجوبته نعم وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد إجارة على المنفعة المحرمة فأما إن أجره إياه لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعه لم يجز قولا واحدا وبه قال الشافعي وغيره نعم لا يأخذ من كون العلمة ترددوا في كراهية تعجير الكافر لمحلات المسلم أن هذا مما يسهل أنهم يمكنون من إظهار الشرك والكفر والخمور وغير ذلك لا يفهم هذا هذا ممنوع ولا يجوز لكن الجواز إذا قيل به فإن ما يراد به إذا لم يعلم المسلم أن الكافر سيفعل هذا أو أن الكافر استأجرها وصرح أنه سيعمل فيها هذا الشيء في هذه الحالة لا يجوز للمسلم أبدا أن يؤجره أو أن يبيعه لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان قد قال الله يلا وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أما إذا استأجرها أو اشتراها ولم يصرح ولم تدل قرينة على أنه سيستعملها في الحرام وإنما ظاهره أنه اشتراها للاستعمال المباح لكن هو استعملها في ذلك من غير أن يقصد البائع أو المؤجر عليه ذلك فهذا له حكم آخر هنا قال أما إن أجره إياه لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعه لم يجوز قولا واحدا وبه قال الشافعي وغيره لا خلافة في هذا أنه لا يجوز إذا علم أنه سيستعملها للمحرمات فلا أحد يجيز هذا إنما الكلام إذا لم يعلم المسلم أنه يستعملها لذلك كما لا بل إنه استأجرها أو اشتراها للاستعمال المباح نعم كما لا يجوز أن يكري آمته أو عبده للفجور نعم هذا مثل إذا علم أنه يستعملها للخمر أو لفعل الشركة وغير ذلك إذا علم بذلك فإنه لا يجوز قولا واحدا بإجمع أهل العلم فهو كما لو فهو كما لو أجر مملوكته للفجور بها هذا لا يجوز نعم أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيل الشيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية مهند الصوت عبدالله السلولي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته